في البداية لماذا عنوان الدبلوماسية المنتجة؟ لماذا تم اختيار هذا العنوان؟ السبب في ذلك هو أولا أن الحكومات السابقة حقيقة بصورة متعاقبة وبصورة تكاملية حققت المرحلة الأولى وهو الانفتاح على العواصم العربية ثم تطوير العلاقات مع هذه العواصم لذلك لاحظنا خلال فترات طويلة جدا بخصوص عشر سنوات تقديبا الماضية دائما ما كنا نسمع أن أحد منجزات الحكومة هو تطوير العلاقات مع الدول العربية مع العواصم العربية تطوير العلاقات فبقي كمنجز ثابت يردد لكل حكومة جديدة مع حكومة سيد رئيس الوزراء حقيقة ما كان هناك هدف بأن يكرر نفس المفهوم ونفس المصطلح بأن تدعي الحكومة بأنها ساهمت في تطوير العلاقات العراقية العربية وبالتالي أنت تدخل في مرحلة فراغ المصطلحات أو الحديث المكررة واشترار العبارات سيد رئيس الوزراء يؤمن بأن العمل الدبلوماسي عمل تكاملي احتفظ للحكومات السابقة بمنجزها في الانفتاح وتطوير بداية العلاقات يعني فتح السفارات تبادل السفراء تبادل بعض الأنشطة تعاون الأساس الذي يمكن البناء عليه هنا أجت الفكرة الجديدة هل نبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة أم نتقدم إلى الأمام وإذا تقدمنا إلى الأمام في علاقاتنا الدبلوماسية وهو المطلوب ما هو المفروض الذي يجب أن نقوم به فبالتالي هناك عدة عناوين أولا يجب أن تسعى فعليا إلى تطوير أولا علاقاتك السياسية بصورة أكبر عن السابق ثانيا يجب أن تطور نشاطك الدبلوماسي الدول غير متساوية من ناحية الكفاءة والقدرة الاقتصادية والقدرة العسكرية والمساحة وعدد النفوس هناك دول صغيرة هناك دول كبيرة هناك دول لها تأثير هناك دول تأثيرها أقل في المرحلة الثانية ما بعد تطوير واقع العلاقات السياسية يجب أن تبحث عن الدول المفتاحية المحيطة بك ضمن المنطقة ثم الأبعد ثم بعد ذلك العواصم العالمية الكبيرة تضع خارطة للدول المفتاحية المهمة المؤثرة التي تحتاج أن أنت توثق علاقتك بها حتى تنسق سياسيا وتصنع لك شراكات سياسية قبل الاستثمارية والاقتصادية ترجمة نانسي قنقر